السلام عليكم جيدكم من اليوم فيديو جديد فيديو جوج افكار الوجبات العشاء انا انا اعجبكم لا تنسوا ان تركوا لي لايك وكذلك تكتبوا لي وكذلك لا تنسوا على مشاركة مع اصدقائكم بالنسبة ل هذا الفيديو كيف تحضر جوجوجبات العشاء او كوشي تقريبا ما نحضر و ما نحضر اليوم جوجي افكار او لا اعجبكم او مدنوع من هذا الفيديو نكتر لكم منهم اول شي افكار الوجبات العشاء انا احتاج لها هنا عندي حبة الفيفي الاحمر و اصفر و اخضر مربعات صغيرة عندي جزرات اللي حكيتهم نضيف لهم القليل من الزيت النباتية وكذلك القليل من الزيت زيتون اذا اضطروا زيت زيتون بحدها نضيف لهم نصف كأس الماء ما عادي و نشعل النار يكون مهيلة و نجعلهم فقط نصف كأس الماء نخلطهم مع بعضهم و نضيف ثابة و نلتشي حاجة و نضيف الخضروات لدي خضروات و نضيف خضروات و ننحرك نحرك نحضر بشامل هنا نضيف محلقة الزبدة نحل الخضروات ونحركها من مغرفة بعد أن تنضيف ملعقة ونصف الفرس أو الدقيق الأبيض ونضيف حليب القليب ونضيف قليب من الملح والقليب من الإبزار ونضيف أيضًا بفرماهيكjek quienes يتم تعمل بفرمج أحمر خلط الموم به سوف نضيف خمج أحمر سوف نضيف خمج أحمر سوف نضيف خمج أحمر سوف نضيف الخضرات كما ترى هنا كان لدي واجة طائبين لا تحتوي على الوقت سوف نضيف خمج أحمر سوف نضيف قطعة الدجاج فاكشة سوف نضيف خضروات سوف نضيف الخضروات سوف نضيف خضروات أو يمكن أن نضيف الخضروات أو طونة وجدها الضيبة سوف نضيف خضروات نضيف التوابل هنا نضيف القليل من الزنجبيل نصف من العقة صغيرة نصف من العقة صغيرة نضيف القليل من الملح نضيف القليل من الابزار نضيف القليل من الكمون والبابريكا او الفيفل احمر نضيف جوش فصوص توم هروسة نضيف نصف من العقة صغيرة تومة بودرة نضيف توابل نضيف زنجبيل والملح الفيفل احمر و الكمون و قليل من الابزار الفيفل احمر تومة بودرة نضيف التوم نضيف نصف من العقة صغيرة الهريسة او الحار نضيف فتح نضيف ثم نضيف ثلاثة مثلات الفرمج يمكنكم اي جبن او فرمج او او فرمج مربعة او او فرمج نضيف مكة نضيف 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 الدجاج نضيف او خضراء ثم يكون جهازة ثم يكون تعالى بدون مطفئة للبناط نحتاج لها الطوست نأخذ واحد المرت بني 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 تجرب كيف أخذتكم في أول فيديو وإذا أردتكم سريع الغداء أو العشاء لا تدخلوا في التعليق نجمع لكم هذه الأفكار في فيديو واحد أو أنواع العشاء أو ثلاثة أو أربعة لذلك أخذتكم أفكار بعد أن نستفدت التوست للبنات نحاول أن نبسطها على جميع جوانب المول بعد أن نضيف طبقة أخرى وإذا أخذ هذا البشامل سوف نضغطيه تماما من فوق سوف نضغط الفران هنا ثم نضغط الفران نضغط الفران فقط بشامل دخلت البناء من فوق عندما يجهز فقط تتحمل البشامل و كيف العشاء يجهز نتمنى انه ينال اعجاب و لا تنسى ان لا تنسى لا تنسى ان لا تنسى انتقلوا لوجبة العشاء ثم أذكر قبل ان تدخلوا لها سوف نقطع عشاء من المعنى نقطع نبدون سوف نقطع بيض لا يساعد لان نقوم بك و سوف نقطع بيض و سوف نقطع بيض سوف نقطع هي عبارة على غطة في صغارين أو فرديين صراحة حتى يتجي رائعة و تجيبنيينة بزاف اللي قدمتها مع السلطان قليصة شوية بنزال شوية طوماسوريز كذلك حكي تخيزوا معها وقدمتها بطريقة بسيطة هنا أول شيء المنات خديت واحد الكاثر اللي وضعت فيها القليل من الماء وضعت فيها كبصلة المفرومة يعني قطع صغيرة بصلة كبيرة هذه الطريقة أحسن من أن تقليها كما يقلت في الزيت هذه تحتوي على جزوين أو البنة سوف نضع البصلة القليل من الملح والقليل من الإبصار ونحرك فيها بطريقة البصلة بالنسبة لأخير فيها الماء أنا أطبط لينيش قطعت هنا كاس الماء صغير قط قط مع الماء قطعت فيها الماء صغير ونضع البطاطات كبيرة ونضع البطاطات كبيرة لأن قطعتها مربعات ووضعتها كالتقلة سوف نضع البصلة ونضع البطاطات نضع بطريقة البطاطات سوف نضع البطاطات ونضع فيها قليل من الملح ونضع البصلة ثلاثًا ثلاثًا سوف نضع بطريقة البطاطية قطعت أنها تصمستيحة او عادية تكون مهيلة ونجعلها تقلع على خطرها حتى الطبيلية يعني مع التحرك المستمر اني نحرك فيها ساعة سوف هنا البطاطس عندما تشوفوا البصل فأنا قلت لكم انا قدرت كأس الماء بالنسبة لابقت عندكم فيها الماء قطروها وعدلها على البطاطس هنا البطاطس انا عندي بيضة واحدة فيها جوش الفسوس نضيف بيضة واحدة وتبقى اختياري نضيف القليل من المعدنوس انا عندي المعدنوس نضيف الطريقة ونضيف كذلك ثلاثة ديال الفرماجات كيف ممكن ان يستخدم الفرماج هو اي جهات ممتع الفرماج خبير ثم تكترين من المعدنوس ثم قطعت ثلاثة ديال الفرماجات ونضيف الخليط بالنسبة لنا هنا دعنا ملحة للزرنة ونضيف الملحة لدي البطاطس نضيف الملحة كما تلاحظون معي نقسم الخالط بشوش هنا و هنا هنا طماطم جاهزة نحاول ان نبسطها فوق البطاطا طماطم يبنى تسعة واحد لده رائع هذا القغاطة قغاطة سهلة و ممكن ان تحضر مكوناتها و موجودة في أي بيت بدون لحوم سوف نحضر اخر شيء بشامل نضيف ملعقة و نصف ملعقة دقيق الأبيض نضيف حليب قليل نضيف حليب قليل قليل نصف الحليب نضيف حليب قليل من الملح و القليل من الأبزار و القليل من القوز نضيف حليب قليل يضيف حليب قليل قومت بشامل و Library إذا كانت بـجبنينة فقماغة 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 القليل و ثم ان اضيف الحليب يعني اضيف حليب قليل صنع بشامل ومضيف حليب خماجة و سأضيف حليب و فقماغة طاويلة الأخيرة انتمنى ان اليوم فيديو نظيف اعجابكم لا تنسوا ان تشجعوا على جهازك و تشاركوا على الأصدقاء شكرا لكم برها ترجمة نانسي قنقر